اليوم منتخبنا الأولمبي العراقي واجهنا ظهره التايلندي في أولى مبارياته ضمن المجموعة الثالثة لنهايات كأس آسي دون 23 عام والمؤهد للدورة لألعاب الأولمبية في باريس حيث تجري المباراة اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف مساء في ملعب الجنوب بدولة قطر القنوات الناقلة للمباراة العراقي لأولمبي اليوم الساعة السادسة والنصف مساء أولا بين سبورت آسيا الثانية محمد بن بروك المعلق ثانيا اس اس سي اكستر الثانية في الانيزي ثالثا أبو ظبي آسيا حصان بدى رابعا الكاس 10 لم يحدد كل التوفيق لمنتخبنا العراقي وإن شاء الله الفوز في أول مباراة اكتبونا توقعاتكم من المباراة مدرب منتخب العراقي سوس كاساس مع كادره المساعد يصلون إلى العاصمة القطرية الدوحة لمتابعة منتخب العراقي الأولمبي في كاس آسيا تحت 23 عام الإعلان عن تأسيس نادي نفط وسط بدعم حكومي وإشراف الاتحاد العراقي ليكون النادي رسمي المحافظة وسيكون ملعب الكوتر الأولمبي هو المقر الرسمي للنادي الأردن تتعادل مع أستراليا في أول مباراة لهم راضيش نيشل عليه أن يعتمد على أحد هؤلاء المهاجمين الثلاثة اليوم بعد أن فقد مهاجمه لأساس حسيا لاونديا مهاجمه الثاني الذي كان يعود عليه أمار مجباس أولا أمين الحموي الثاني سالم أحمد ثالثا رضا فاضل من تتمنى أن يقود هجوم منتخبنا العراق اليوم راضيش نيشل من المؤتمر الصحفي يقول هدف التأهل لأولمبياد باريس أكثر الدول العربية لا سوية وصولا إلى أولمبياد كرة القدم بالمرتبة الأولى للعراق خمس مرضات أبرزها إنجاز رابع أولمبياد أثناء ثانيا للكويت ثلاث برات ثالثا السعودية ثلاث مرات رابعا قطر مرتين خامسا للإمارات مرة واحدة سادسا سوريا مرة واحدة وباقي المنتخبات ولا مرة بحسب المصادر مندافع منتخب نولمبي العراقي زي التحسين يغيب اليوم عن مباراة تايلند لعدم جاهزيته علي حصن اللاعب الشرطة يقول مواصلة الصدارة تريد رجال وإحنا الرجال القوة الجوية يتعادل مع نفط ميسان إيجابا بهدف لكل منهما لحساب دور نجوم العراق سجل للجوية المتعلق أيمان حسين ولنفط ميسان على الدين دار اللاعب السوري وذهبت الصدارة رسميا إلى نادي الشرطة بفارق نقطتان برأيكم هل سيحقق الشرطة اللقب الثالث على التواليه؟ أنها المنتخب الوضن بالعراق استعداداته الفنية لمواجهة نظيرة والتايلند اليوم المهاجم العراقي باشانق عبدالله يوم ايمس سجل هدفان جميلان خاصة الهدف الثاني هدف جميل راوغ المدافع ثم سجل هدف نشرت لكم الهدف بقناة التليقرام خليت لكم رابط بالوصف بالتعليق المثبت اشتركوا بقناة علي الحمادي عبر الانستجرام يقول لحظة لطيفة جعل بداية الأولى لهذا النادي الرائع ثلاث مباريات متبقية لصنع بعض التاريخ دعونا نستمتع بالرحلة بحسب ما اصدرق وحسب ما وصلنا لللاعب العراقي الاصل امين الدخيل يتابع مباريات المنتخب العراقي ومندهش من الجمهور العراقي امين الدخيل يظن ان قرار تمثيل منتخب بلجيكا كان متسرعا اللاعب تم استبعاده من منتخب بلجيكا وهو الان حبيس الدكة مع ناديه بيرلي ويمر بوضع نفسي سيء اعتقد حتى لو يريد يرجع للمنتخب العراقي لازم بعد ثلاث سنوات هل انتم مع انضمامه للمنتخب العراقي؟ لعب المنتخب العراقي زيدان اقبال كتب لا يكلف الله نفسا الا وسعى هي حكمة المفضلة وكتب في الانستغرام بعد مشاركته كلاعب اساسي الحمد لله على كل شيء عباس عبوية يقول لأ لعب انا وحبيب جعفر بدلنا المحترفين المتواجدين بفريق يقدم افضل من عدهم لعب النجف محمد قاسم يقول اعمل على تقديم افضل ما عندي لاحلني للعب مع المنتخب الوطني من جديد برشلونة يستضيف باري سان جيرمان اليوم في ربع نهاية دورة ابطال ربع اكتبونا توقعاتكم للمباراة